استقبلت قيادة قوات الصاعقة والمظلات وفداً برلمانياً من لجنة الدفاع والأمن القومي وبعض رؤساء اللجان بمجلس النواب وألقى قائد قوات الصاعقة والمظلات كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بأعضاء اللجنة وأكد أن رجال الصاعقة والمظلات مضون بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لصون مقدسات الوطن